السلام عليكم ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير وعافية يا ربي ان شاء الله قاعدين تعديوا في وقاية باهي في شرككم مباركة ان شاء الله يا ربي تكونوا الناس كلها اختمت القرآن وعملتوا مجهود كبير في الكوشينا دول الخامسة هاكم تشوفوا وينا نزلت مراوحة من عماء اجتماع البرح واليون الخامسة متاع العشيح اه حابيت نبديكم الفيديو هذي بالاثنية وبالاخبار نعرف اللي غابت باشا بروح البنيت الله هي كنت اه كما قلت لكم النقائص حابيت ان نكمل النقائص اذيك الحمد لله انساني ازم اي حاجة يبدل فيها مجهود باش تكون انا بشكل راضي على رغو سيتو اه مجهود باشابار رجعتنا للكبابة ورجعتنا الاشتين والدنيا باردة والحلحية انشاء الله باردة الواقع باردة 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 تقتلوا هاكم تفرجوا في تبيع مايا حتى نوصل للدار هاو الخامسة بيحد شنو بشي تايب وشنو بشي تايب وشنو بشي تايب بشي هن كل الخامسة بوربع دول بحشتكم لبنيت برشة 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 ولهم بحشتكم عن داخل والله غالب سنية لمدارنا مشو كيت برشة نروحوا للدار ونصوروا معاكم ان شاء الله اليوم انت جعت وقلت خليني نرجع لو خياتي لكلكم تصور علي سالة لكم الخير الحسيل ونرجعوا للدار ونبدي نطيبوا في شقة الفتر وبش نعمل معاكم زيدة حلو وطريقة سهلة مهلة للبشكوت وللي ما عندها مش مكينة برشة وخياتنا نحبهم مي يتعبوش ومي بديش الناس كل عندها مكينة وعند هاكي القمع المهم نبديوا بشقة الفتر تقللوا دلل وحاجات سهلة اما حاجات اذا مغذية هكيكة تقضلنا فوق التاولة بش نعملوا فتائر الجبن خذينا 300 جرام سميد حاتينا عليهم مغرفتين زيديتونا حاتينا عليهم كاب عظم وخميرة خميرة فورية ولا الخميرة هذيك المعجونة وبش نحطوا عليهم شوية ملح وبش نعجنوهم بالحليب بالحليب دي فئة كهو تنجموا بيسير تعملوا ميلانج متى حليب وماء كما تنجموا تعملوا يغر طبيعي وماء معناه تعملوه ميلانج هذيك الكولا ولا بالبن هذيك زيدي دوبة اتلاث دوه نستعملو بش نستعمل اللي هنا انا الموزاريلا ربيتها مش الموزاريلا اللي حلوة اللي بالماء هذيك اه ذيك الموزاريلا متى تايب ماء كتحطها في العجينة الموزاريلا ذيك اللي يبدأ قالب كبير تربيه هوكو كل مرات تستعملو للطبخة يزيد بنا الحقيقة ويزيد زيدة اه حتى من لون الماء اللي تايبوهم اول حاجة بعد ما خليتها خمرت لمدة ساعة احنا عنا ليمي تضوم الدنيا بير دا كما شفتو حتى لم تر صبت اه ما شاء الله رمضان يجيب خير ويجيب والله ببركتو بش ناخذ هكا كورة متساوية وبش نحلهم بالقلقال وبعدك شناخذك الجبن هذيك نحطو فيهم ونسكرهم ونفس الوقت انا كنت وعدكم بش نعمل لكم اشكال متاع خبز مبسس هوا اليوم زيدة في نفس الخبز هذي منو خبز مبسس ومنو زيدة بش نعمل لكم اشكال تنجمو تتاعتمدوها بش نعملو المرة اشكال اخرى المهم لابنت والله نعتذر لي غبت اما صدقوني 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 رمضان السناء عبارة على انسان يجري ورا حاجة يجري ورا ايامات ورا عمر ورا انا عالش ما ما نجمتش لابنتكين قلوكم كنت النجم نوفق نكذب عليكم ومن نجمش معناها في عمري هاذا نقول سو با لا وين النجم نوفق لها ما نجمش نكذبش عليكم خاصة انه جاي في قراية جاي في بيريود زيدة ولدي لعمل أبريل سنيها عملوله عملية صغيرة سنة بش الأبريل يركب القداء المهم أنا ذيته نحكي لكم عليها آخر ذي الأسنين اللي هنا يفتر في تاليح فلوسها برشا ومشاكلها برشا المهم طيب نحكي وعليه ذيك بعد رمضان ووقعت ماشي جاي على دونتيست وقراية وما نكذبش عليكم حابيت نكمل قراءة القرآن بتاعي حابيت نزيدها اللي كنت واعدة روحي إن شاء الله إن شاء الله بش نعمله وعملته بقدرة الله السامع العليم يا ربي إن شاء الله ولديتي يثبت لهم في مخاخهم يثبت لهم في قلوبهم وإن شاء الله نس كلها يكون ولديتنا متربيين على الدين الإسلامي بالقدر اللي نجموه مانيش بش نقول لكم مين ولادي يعرفوا أنا ولادي لا عرفوا لي أنا نحكي على روحي على تجربتي بشوية بشوية قاعدة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو كتب وكل شي هبت لكم إن شاء الله في فيديو غضويكة إن شاء الله ماكسيوم غضوة العشية ولا الحسين في الويكاند هذي بش يكون مفصل كل شي بالتدقيق فيديو مزيين برش هكيكة باش نخليه كل أخت نجم ترجع له مايقعدش فسط الفيديو متاع الروتين سوفوفه ما ناس ماهيش مهتمة مهتمة كان بالكتبة بيكا وشكرا للتعليق لكم إن شاء الله يا ربي بالهداية لوليداتكم إن شاء الله يا ربي يا ربي يعاون كل مخترب بخطر الحكاية ذي مايحسها كين المغترب اللي ميروحش كل عام الليوليدو مش هم مستنسين باللغة العربية مش مستنسين باللذين ماهيش كلام نقولوه عليش ولادك مايعرفوش يحكو بالعربي مش هم فماش أم تونسية والعربية متحبش ولادها يحكو باللغة العربية ويبدي أصلا الجلج في الضاد والضاء ماهيش سهل حتى ديجا نطقهم الضاد والذي والهيذوك مايكلهم يقاوا فيهم صعوبة خاطر إذي كفنيتيكمو حروف صعبة واللغة العربية من أصعب اللغات في العالم دونك هذي نرجع لكم هذي الخبز كيفيش عملته لكم الظفيرة وهذو ماهيما فطأر الجبن كيفيش أعملناهم وزيناهم ووكا وحاجات جدد وحاجات ميزانين وحاجات ابنين تنجمة حطوهم فوق الطاولة وتيكلوهم توا نعرف الناس كل قلت قلت وهربت مكد يوم وكل برق وكل شربة وقعدة وحاجات هكا بساط وحاجات سهلين خذينا أصفر بيضة وشوية حليب ودهنهم بش خليهم يخمروا هكيكا لمدة ثنصية في ساعة ونحطوش أقال الفترة ونوريكم شنوها طيبة اليوم كفكرة سهلة مهلة عملنا فطأر الجبن هذوما ولا الخبز المبسس بجبن نسميوا كيما تسميوا يجيوا بنا بنا ما نحكي لكم شا عليهم هكا تنجموا زيادة تعديوهم كيما أنا عملت معهم حاجات بيضة وسهلة يجيوا هكا منفجين معناها وهما مناصهم يجيوا خبز مبسس نجموا تنحيو الجبن وتستعملوه كخبز مبسس فقط بينصير كمية الجبن وما عندك معناها لا تكثري لا تقلي خاطر هو خبز بجبن وعملت معهم هذوما الصغار الطاليتين اللي بالبسوس بلونش عملت فيها الجيج والكريم ليكيد الكريم ليكيد يجب أن تكون بار شراي أكثر حتى من المقارونة بيش ما جيكمش شيحة عملت هنا عندي شوية شفريت عملت بهم الصغير إذيك عملت بهم عجاك حاجات سهلة سهلة مهلة واذوما عملتهم هكا كيما سوتيتهم مع المايونيز الودي الكبير وعوذيك شربة عدس عندي من عمني ولعملت سلطة وكهو تو والينا في وانتي تقول في نص ساعة ما هو يشد لك على قل ساعتين لفترة ذا لا تلفة ساعات ولله الحمد كهو إن شاء الله كنت صمتوه بالأجر والمغفرة مش هو الفيدة في الميكلة وإن شاء الله يا ربي يرزقنا معناها حلاوة الضيرين وكهوة ذيه وشنو إنسان يقول يا ربي إن شاء الله كيما تعبتوا في الدنيا زيدة باش تايبتلوا لديتكم كل شيء تعبنا للآخرة وإن شاء الله ربي يثبت أجركم الناس الكل كمالت قسلت المعون وكل روتين اذا كل اللي بتوفى سخنيه نرجع له إن شاء الله بعد رمضان كنحينا ربي وحتيت نتاور كل أم تعمل الكية وحتيت كيس القهوة بحذي وقلت خليني نعمل أنا وخيتي شوية بشكوتوا هكا للعيد فيل العيد نفرحوا كالصغيرات اللي ساموا إن شاء الله ولديتكم لكلهم كانوا ساموا بالصحة يا ربي وما تعبوا لكمش وإن شاء الله يا ربي جزيهم خير أنا ديما نتوجه للصغيرات بشنا عملوا هكا شوية بشكوت حتى ندخلوا عليهم الفرحة ونوريهم معناها كالريكمبونس ذيكا بعد ما وحد يسوم شنو حتى حاجة ملموسة خطر هما مزيلوا صغار مايفهموش الأجر مايفهموش الثواء مايفهموش التنقية من المعاصي اللي نعملوهم وللكبائر واحد سبحان الله مايعرف شنو عن غيري قصد فهمتو دونك وحد هكا يوريهم اللي حتى نحنا كنسوموا بعض عن حفلة وعن حلو العادات يمكن هكا اللي تربين عليهم كما شفت خذيت ثلاثة خلنا رجع لكم توا غلبني الفيديو وغلبني الكلم ثلاثة بيضات خذيت عليهم ارتل فارينا وخذيت عليهم 150 جرام لوز مرحي يعني همشو مرحي بالقدامة بالقشرة بتاعو خذيت عليهم ريتوم كسنتي ذوكم زوز واحدة نصها زيت زيتونة مشو القوي وواحدة نصها الزبدة وخذيت عليهم زوز سكر قد قد يبديو لكل هم الكسنتي ذوكم خذيت عليهم اللي هنا ما نعنش كان اربع مغرف حليب كهو اربع مغرف حليب ياما تعملوا حليب عادي ياما تعملوا حليب نسلي السكر بينسون خليكم انتوما قديش تحبو وصاشي زوز ساشيات سكر فاني وصاشي الخمير دي قاتو بينسون انتوما كانت تحبوها كلي منفج اكثر عاملوا زوز ساشيات اما انا ساشي كبيرة هذيك راهي فيها خمساش انجرام تبدو تحرقو هكا تعملوا بيديكم للي يولي انديري ابيض معناها يمشي للبيض وانتو تحرقو هكا بيديكم الميلانج وبعد ايكش نبديو نصبو في الفارينا الفارينا انا عملت هكا وردت هيكم بريلا استعملت لبنات من احسن الماركات متاع الفارينا اللي تنجمو وتعتمدوها وان شاء الله كان احيان يا ربي باش نعمل معاكهم شوية كعكورق انا احسن حاجة نحبها بصراحة في الحلو وريين اختار سبلي ان شاء الله باش نعمل عجينة متاع سبلي نعمل منها شوية هكا معناها اينا راني ديما قلت لكم البنات منحل لشي حلو انا في اخر رمضان ديما هكا نبدأ نعمل لهم اذوقات 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 متاع كل شيء وانديري معناها نقول لهم اهوكا صمتو اهوكا باش نحلو الاحلو كيما كيما الهنية عندهم هوما في الغرب احنا نحاولو نعملو معناها باش تقعدلهم مراسخة فيهمتو باش ما سختو الولاد هم زيلو صغار برشا 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 باش حتى هما يحكيوا يقولولهم حتى احنا عنا عيدو نعملو حلو نعملو كذا وفمتوني احنا ديجا هما يعملو هنهار احنا ما شاء الله تبارك الرحمن ديما مخيرين ديما محلينة ديما احسن ام اخرجت للدنيا الكلة اهوكا شهر كامل واحنا في الحلو والتواول والماكلة والزينة وكل شي فمتوني معنا هنفهموهم على قد تفكيرهم هما ولا هما كيفاش يقارنوا رويحهم بالبلد اللي عايشين فيهم اه حاجة الهنة باش نقول هيكم على البشكوتو هيدا اللي هو مغذي خطر حتيت فيها اللوز اون بلوس البشكوتو هيدا انا لا عندي لماكينة لا عندي لقما اخدكم والله لا عندي مزوز بالرغم كل ما روح لتونس نقول باش نجيب بما وحد في اخر الوقت يا يتمه مشو ينسأل الحاجات ما سيرش ان شاء الله هالمرة جاية باش نحط التباق لهنا وباش ناخذ البات هذيكا دونك انا ما خليت هاش ترتاح يمكن ارتاحة كيف نقول لكم درجين اربع ساعة هكيكا ما تلمو هاش دوبها هكت تخلو كل مكونات الكلة تتميسك وتتميجس وبعديك نشوفو كيفاش باش تخدمها الشاديو كيفاش الاختراعات اللي باش نعملوها دونك الاختراع اللي معروف ولي اينا الحقيقة في السنوات الكلة بتاع اليوتيوب دي ما نعملها بالقماع هذيكا بالبوش ادوي يا رس يمحوني بالبوش اما عمنيول ما كنش عندي الوقت وقتها باش نعمل بالبوش يخي اخترعت حاجة اتوا نوريها لكم كيفاش تاو هذي يتبقلو ليني بالقماع ساهل برشا عملت زو زينة عملت هذيكا وريتهم لكم لبنات وعملت هذا والحجم متاعو بين سورت نجمو تشيري وانتو ما حجم ما اكبر اما انا الحقيقة ما نحبهم شكل يبديو كبار الحلو ما نحبش الكعبة الكبيرة هكا بش يبديو مزينين حتى للصغار فهمتو؟ هذيكا حالي التلفور على مية وسبعين درجة انو نديم الحلون طيبو على مية وسبعين درجة بل تحبو استعملت تسلفو قلوتة مش الفنتيلاتور تحطو في الرف الوسطاني ولا اوتا شوية من الوسطاني مش يقعد يتيبلكم في عقلو معناه وتتشوفوه ما شاء الله بعد كيفي جي مجرمش وجي طيب الكلو نمشيو للطريقة اللي عملتها عمني ولينا نحقيق الفيديو ماخداش حظو برغم طريقة جهنمية فما تعبانين ولا توامزيل وان شاء الله ليلي فضيلة ليلي ان شاء الله كمالنا احنا الختمة متعنا اما في ليلي هذي ماذا بينا كل مرة هكا نعود ونقرأوا شوي سختو اقرأوا سورة الاخلاص في الثلاث متع الليل ان شاء الله يا ربي هذين نحكم بيها وبروحي ان شاء الله في ليمات هذي اللي قاعدة تتيمة اقرأوا سورة الاخلاص دونك اللي هنا تخذوا معناها حبلين متساويين هذي نقرأوا شوي هنسا وتلويهم هكا تلويهم في بعضهم وتو تشوفوا بعد قديش جيت مزين اصدقوني جيت ازين من المتاع البوشي اللي بنيت بيديكم بسهولة الحاجة تقوم الاختراع تقسموهم تلويهم هكا وبعد كنجيتكم بشتجي شيرة معناها خشينا شوية نحيوها شفتوها مزينها اذي عملتوا فيديو عام ناولو كل عادة الفيديو تمتع ليست مثيرة للانتباه بالرغم اللي معناها فيها افكارها ما مش مهم المهم اللي انا عندي اخوات يسألوا علي اخوات يفتقتوني اخوات يقولوا البجاه ربي اشي دي ما تفعدش باليوتيوب عايشكم ويفرحكم ويخليكم الناس كلها المهم اللي بنيت انا حتى كنا نرجع نخدم في اليوتيوب ولا انا يبدأ ذا ميري مرتاحة فهمت خاطر ما نجمش معناهم ما نجمش توا انسان يحاول معناها يكون صادق معروح وقبل الناس الكلة كي ما قطي لكم معناهم ما ننجمش معناها نقول لكم حاجة خلاف اللي الحقيقة لي معناها كي خدمت ذاك كنتم عاملة اللي باش ناخد شوية وقت الولادي وشوية وقت الروحي وانسان باش يكون مريح ذا ميرو دونك حتيتهم قادوا يمكن انا خمس وعشرين دقيقة لبنات الفورم تعمش تسخون برشا يدقرمشوا جاوي يدقرمشوا 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 هاوك عملنا هذي معنا هون دي ري في ري في تونس في ريح التونس نقصيناك العيات في الكوشة وكهاو ان شاء الله ناس كل اللي بنيت تكونوا تبذلوا مجهود نعرف 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 نحاولو باش نمانا هين نقولو ما نقولو شو رويحنا لحقيقة ما نحاولو نقولو لحقيقة لروحنا ونتعايشوا معاها ووكهاو نقولو مشا الله كلو بأجروا ساي تايبتين اجيوني زوزة بقاتك هاو البنات اذيك مهم وقتكم نعملو ذويقة 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 هاكا هاو يعني مش منحلش كميات كبيرة حتى الاولا نحنا منيش ما كولين في الحلو اينا منحبش نيكل اكثر حلو ان شاء الله البنات كنتو هبتو شوية كيلوية قولولي كان نقصو شوية كيلوية في رمضان قولولي هذو مهمة نعملو عليهم اقهيوة وهوك شوية فسحول شوية نحط منهم الصغاري شوية شبوهم هاكا اه حتى مع نقصهم هذي قزوزة فانتا تو نشيري لهم ان شاء الله للعيد وكهاو بابسط الطرق ومع ارقى الناس الي هما انتوما وشي دي لتصوركم الفيديو ان شاء الله يكون فيه المتحة وشكون فيه الافادة ويكون فيه الاضافة منحب باش نرجع لكم وانا هكاكا جيتكم اليوم في رسيت مثال باشكوتو خاصة نعرف رسيت يمكن موجودة ولا اه فهموا حتى اما الطريقة متاع الناس الي ما عندهاش قماعة ولا ما عندهاش مكينة هي الي جربوها هذيه ولبنيت وردوا عليها الاخبار صدقوني سريعة 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 خطر البوش بنحب نقول لكم اللي يخذ برشا وقت ويتعب انا وليتنا حيط له الساكل كله متاع وخطرت توحل فيه العجينة وتعبني استعملوا كان الراس متاع وكهو فيسا فيسا واذا كهو شفتو لكت جرميشة وخاصة انه طايب من داخل المراتي طايب باشكوتي تبدت معنا هي معجل من داخل شوفتو طايب ومشو كليبس ومشو زي دا كلي اطري بين بين لون ومحليه ذهبي يهبل ذهب كيفكم انتو ماذا يذهبي اللي تفرجوا فيه ولا معدينكم ذهب والله شفتوهم اللقمع انا راني عليش مش نفس الشكل استعملت ثلاثة انواع متاع القمعات اذوكو ان شاء الله ان شاء الله مرة واحد يروح ولا يبعثوله ولا الحاجات اذوما متاع الغريبة والحاجات اذوما واحد يقول لا يخليطه في اخر نهار في اخر نهار وبعد ينسيه من الحاجات اذوما زادة اللي يزنكم نجيبوهم في تونس خاطر الهنى مفميش مفميش عمري لا يريد ان اقمعها كمتاع الغريبة ولا متاع البشكوتو الهنى بالرغم الماكينة موجودة راهو في موجودة في رسبارميو كازا في هابي كازا موجودة ذيك والله في اساس موجودة شكروها في ليدل زي دا توم قال لكي نعمل شوية قهوة بالحليب هكا باش نحط نعمل موسم تاع حليب ونعمل قيوة ونضوق البشكوتو اللي جي بنين جي معدل في السكر بالحق جي معدل في السكر على الاخر تعرفوني انا منحب شباش سكر وانتم او اختياراتكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي طيو انا كملت ان شاء الله اللي وعدت روحي به اول رمضان ان شاء الله ربي يجازيكم ويجازينا خير هكا طيوة صغيرات وبدأوا زي دا يقربوا للامتحانات زي دا نقفوا لهم شوية ما قاعدة كان نقول لكم ان شاء الله كنتوا اللي يميت اذو ما زي دا انتو ما كملتوا اللي منعاش كل واحدة شنوة شنوة حطت هي وشنوة وعدت روحها شنوة وعدت عائلتها ما نعرف شنوة كانت احلام كومبير مزان هذي لكلها اه بينصير ان احنا منحقوش ولا منكونوش اه برفيتو في كل شي عملناه ماي حاولنا وعنا شرف المحاولة في كل ما هو شاي بينصير فمانيس مشيت للجيمة مشيت للتراويح ووجودة القرآن احنا لقدنا والحمد لله على كل حال قدر وان شاء الله نعشو فين ما كنا توش نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبارك بالمسابق حاولوا هكا باش تفرحوا ولي ديتكم بلي تقدروا عليه كيما نقول لكم ان شاء الله ربي كون بلغنا ليلة القدر انا وانتوما في احسن حال وربي يتقبل منا يا رب اسلاما